في نفس السياق أصدر بيت العائلة المصرية بيانا ننع فيه بكامل الحزن شهداء الأبرار ضحايا حدث سيناء الإرهابية وجاء نص البيانة بيت العائلة المصرية ينع بكامل الحزن والأسى شهداءنا الأبرار الذين استشهدوا أمس ضحايا ودث الإرهاب الدموي بمحافظة شمال سيناء وإن روح أولئي الشهداء لن تذهب سدى فدماؤهم الطاهرة تعطر أرض الوطن كما عطر دماء شهداءنا في حرب ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين أرد سيناء وأن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عظيمة المصريين في المضية نحو بر الأمان فمصر بشعبها وقياداتها تقف بكوة خلف قواتها المسلحة والشرطة في حماية الوطن والدفاع عنه ضد البغا والمهرقين إن مصر المستقبلة التي يدنيها عرق أبناؤها ودماؤهم الطاهر لن يكون بها مكان للإرهاب الذي سينهار أمام تلحم الشعب ووحدته عزاء لأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناتي ونطلب الشفاء العاجل للمصابين ورد كيد أعداء الوطن الإرهابيين إلى نحورهم حفظ الله مصر وصنها من كل سوء ومكروها مصر ومكروها